بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم ومعاكم رامي ابراهيم من جيتوب ميكس اكاديمي والفيديو ده يعني هنعتبره كده من الفيديوهات السنجل وهنصمم من النهاردة او هننفذ تصميم النهاردة مع بعضينا تصميم موقع هنعمله كHTML وCSS ولكن هنستخدم الويب أبليكيشن الانلاين EG Editor طيب ايه هو EG Editor ده الـ EG Editor ده انا اعلنت عنه قبل كده ووريتكم نسخة منه في الدورة القديمة بتاعت 2014 وفيه ناس كثيرة جدا طلبته مني وقالت هو فين ونعمل ده ولود لي ازاي فانا حاولت لكم ان هو يكون اونلاين وهو متوفر حاليا على موقعنا ممكن توصلوا من خلال الشريط اللي هو الجانبي ده وهتلاقي فيه زرار اونلاين أبس ولو في حالة كنت بتفتح الموقع منه على موبايل هتلاقي الايكونة بتاعته الكمبيوتر طبعا ده اخر تحديث حاليا موجود للموقع احنا تاريخ النهاردة 27.02.2020 ممكن لو انت شفت الفيديو ده فيما بعد ممكن الموقع شكله يختلف او حاجة بس اكيد هتلاقي فيه برضو الونلاين أبس طيب يبقى توصله ازاي من خلال gtmix.org نضغط على اونلاين أبس هتلاقي طبعا دي التطبيقات اللي موجودة حاليا ممكن فيما بعد تلاقي تطبيقات اخرى هتلاقي فيه اي جي ايداتور اونلاين ده طبعا ده من برمجتي وتطويري وهو بكل بساطة عبارة عن اداة مش مجرد ان انت بس تعمل فيها اه مثلا تصميم لصفحة او 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 لا الى اخره لا ده فيه كمان امكانيات اه يعني ان انت مثلا بيعمل اوتو سيف للكود اللي انت هتحطه يعني بحس ان انت لو قفلته ورجعت في اي وقت هتلاقي الكود اللي انت حطته في المحرر زي ما هو اه فيه مكتبات من الاكواد عشان كده ده انا بنصح به للناس اللي بتتعلم HTML و CSS وعايزة تمارس او عايزة يبقى لها مرجع فممكن ترجع لهذا الابليكيشن او هذا التطبيق وزي ما قلته اونلاين انت مش محتاج تعملوا دول نود ولا اي حاجة المكتبات المتوفرة حاليا HTML و HTML5 و CSS بس ان شاء الله بامر الله ربما في المستقبل فيما بعد تلاقي فيه مكتبات اخرى هيتم اضافتها طيب تعريف عامل البرنامج زي ما قلتلكو البرنامج ده من تصميمي مواد تطويري وهو يعتبر متوفر على حزمة جي تي ميكس ابس ايه جي تي ميكس ابس ده ده عبارة عن اه عبارة عن بلاجنز بمناسبة ان الموقع بتاعنا شغال وورد بريس فده بلاجنز انا عملته بحيث ان اعرض من خلاله كل التطبيقات الانلاين اللي هي موجودة هنا فعلى اي حال ده الاصدار الاول تمام ده الاصدار الاول طبعا فيه المفروض ان فيه تحسينات وفيه حاجات اخرى ان شاء الله نشتغل عليها فيما بعد بس لحد الان ده الاصدار رقم واحد من الميزات زي ما نقولت ان انت لما بتختار لغة معينة او مكتبة معينة بيتعرض لك جميع الاكواد او اغلبية الاكواد المهمة فيها وبس كل اللي عليك ان انت بتيجي في المحرر بتاعك ومجرد ما بتضغط لو بتعمل نقرة واحدة بس نقرة واحدة مثلا اهو هتلاقي ان فيه تحت في الشاشة اللي تحت دي بيجي او في الخانة اللي تحت دي بيعملك او بيشرح لك دي بتعمل ايه ومهمتها ايه اما لو في حالة اهو بيوريك النتيجة يعني بيشرح لك يا بيوريك النتيجة وبيوريك بتاعتها الى اخره اما لو انت عايز تدخل الاداة دي او التاج ده هنا فبتحدد موقعها وفين في الكود بتاعك وبعد كده بس بتعمل كليك مرتين طبعا دي مش مش دي مش اداة دي اداة انا مصممها مخصوصا او خصيصا يعبارها عن دفات بحس انها تطعيرت كمان على الموبايل بالشكل ده فاي اتلاسته لان بعض التطبيقات او بعض الموبايلات لما بتيجي بتفتح السلكت تبقى عبارها عن قائمة منسادلة بس هتلاقيها كده ان شاء الله طيب من المزايا برضو ان لو انت زي ما قلت بتعمل auto save ولما بتعمل حفظ الكود بتاعك مش بتعمل حفظه على السيرفر بتاعنا لأ بيتعمل على الجهاز بتاعك انت او بمعنى تاني على البراوزر بتاعك فمعنى كده ان لو انت بتستخدم جوجل كروم ده يتم حفظ الكود ده كده كل المحتوى ده في الجوجل كروم لو في حالة ان انت بتستخدم explorer نفس الشيء يعني انت ممكن تعمل لده كود وده كود مختلف ده بيتخزن في ده وده بيتخزن في ده فمعنى كده ان ايه كود بتاعك مطلعش برا يعني برضو من المزايا اللي موجودة حتة السيمز لو انت عينك من النوع اللي بتتعب من الخلفيات البيضة فبكل بساطة بتعمل dark وبعد كده السيمز الليلي او السيمز البلاك او dark اه هو اللي بيتفعل وبتقدر ان انت تعمل الكود بتاعك زي ما انت عايز ولو عايز بترجع بترجع طبيعي بالنسبة للناس اللي عندها برضو بتشتغل من موبايل او بتشتغل يعني ايا كان عندك اه ممكن تغير حجم الفونت زي ما انت عايز يعني هي ادوات بسيطة ولكن انا شاف انها اساسية وفي ادوات ان شاء الله هتكون اكتر من كده كمان هتنزل بامر اللي هي في الازرات القادمة عندك امكانية الاندو والريدو لو انت مثلا عايز تعود خطوة لوراء او ترجع خطوة لقدام اه طبعا كل ده مش هكون له ايما من غير ما تعمل view اول ما بتدس view بتشوف view للمحرر بتاعك ايه اللي بيحصل فيه طيب تعالوا بقى نخش بقى على طول كده انا خمس دقايق اهو عرفتك الموضوع بيبعامل ازاي اه فيه امكانية كمان طبعا بس دي مش تابعة للابليكيشن ده دي تابعة لحزمة جي دي ميكس ابس او البلاجنز بتاع جي دي ميكس ابس اند لو انت مثلا على الموقع بتاعنا بتشوف درس او عايز تطبقه او الكلام ده فبكل بساطة بتيجي عند الزرار بتاع المنميز ده وبعد كده بتايه بتشوف مثلا تقر او حتى ممكن تقفل ده خالص وتشوف مثلا انت عايز ايه على سبيل المثال اه اه كان في حاجة خاصة بي اهو مثلا اكس ام الوز بي اتش بي على الناس اللي هي عايز اهو تيجي مسلا تشوف اه الكود ده الكود ده الكود ده ماشي يلا انا عايز اعمل كابيبست الكود ده عشان اجربه مثلا بتعلم عليه وبعد كده من اونلاين ابس هتفتح هتلاقي فعلا انا قفلته الظاهر هتلاقي فعلا ان المفروض ايجي ايه ده تور مفاعل اهو اهو اه انا عشان نقلت على حاجة تانية اهو مثلا اروح منزله تحت وهقفله خالص اخد الكود اللي انا عايزه اونلاين ابس هتلاقي ده متوفر لك فتقدر تفتحه وتعمل وتشوف تجاربك اللي انت عايزها فدي انا يعني شفت انها احسن وسيلة بحيس ان انت تتضرب وعشان كده مثلا في ناس تقول طب ما هو يعني الاكواد او المحرر الاكواد الاخر انت مجرد ما بتكتب كلمتين كده بيروح اهم كمل لك لا ما عايزك تكتب بايدك عشان تتضرب ده مهم جدا ولو نسيت او اي حاجة حصلت بترجع للمكتبة ومجرد ما بتنقر نقرتين بس او نقرة واحدة بيجيب لك التفاصيل لو نقرتين بينزلك الكود وتقدر ان انت بس تعدل على محتوى طيب حاجة تانية كمان ان لو انت كتبت اي محتوى وجيت مسلا اه جبت اتاك زي الفونت مسلا ده بداية ونهية يعني اه ليه نقطة بداية ونهية بتعلم على المحتوى اللي انت عايز يدخل جوا الفونت ودوس على الفونت مرتين ففعلا بيتم اه بيتم وضع المحتوى اللي انت علمته جوا الفونت جميل جميل تعالوا بقى نروح للموضوع الاساسي بتاعنا وهو انا عايز انفز تصميم تصميم ده انا لسه عامله حالا كده سريعا لا يعني كمجرد مثال اه انا عايز دلوقتي اصمم التصميم اللي انا عملته ده عايز انفزه في هيئة اتش تيميل و سي اس اس اللي قاود بتاعته هو عبارة عن صفين زي ما انا شايف الهيدر فوق والقايمة يعني هيبقى عبارة عن في ديف او في ام صف للهيدر و صف للفوتر وفي صف للقايمة وبعد كده في عمودين العمودين ده عمود لقايمة جانبية اللي انت تحط في لنكات الخاصة بتاعتك وهيكون القايمة العمود التاني هيكون عبارة عن محتوى طبعا الناس اللي هي في الاتش تيم اللي بتتعامل من خلال الجدول ولكن انا هتعامل من خلال الدفات جميل يلا بنا نبدأ ونقول بسم الله طبعا ممكن اكتب الكود مرة واحدة بيدي عادي لان اكيد انا حافظ الاكواد بس انا هتعامل كأن شخص لسه بيتعلم او مثلا بينسى او الكلام ده فكل شوية هتلاقييني بالجأ للمكتبات دي عشان اوريك نقدر نستخدمها ازاي طيب زي ما احنا اتفقنا ان مبدئيا انا هستخدم ممكن في حد يسأل يقولي انت ليه يعني ما عملتش كده لو انا عايز استدعي ملف اكسترنل او الكلام ده هقولك الامكانيات دي مش متوفرة حاليا بس فيما بعد ممكن ان شاء الله نضيف ميزة ان انت تعمل ملفات على السيرفراب بتاعتنا وتبتدي تستدعيها بس حاليا انت ممكن تستخدم اللي هي انك تكتب CSS في ملف الـ HTML نفسه ازاي نقدر نعمل ده ممكن حد يقول اه طيب انا نسيت ازاي اعمل حتة الستايل او مش عارف ايه هقولك تعال هنا في البيسك مثلا انت فاكر انها ستايل صح هتلاقي الستايل اهو وبتكتب مثلا مرتين هتلاقي فعلا راح طبعلك وقالك اكتب CSS here جميل جدا دلوقتي احنا عندنا كام بناء على التصميم بتاعنا عندنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة تمام ده المفروض لكن انا هنا هستخدم ده طبعا حاجة موجودة مضافة مضافي الـ HTML5 فده انا هخليها عبارة عن وده هخليها عبارة عن وده هعمله 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 ناف وممكن بقى اللي في النص ده اعمله او اعمله مش هتفرق واللي جوه ده انا هقسمه بقى صفين بقى تمام على فكرة الدرس ده للمتقدمين في الـ HTML و CSS ده مبدئيا لو انت مش فاهم ارجع عليه دورة الشاملة وشوف الدروس وبعد كده ارجع تعالى اتفرج على هذا التطبيق طيب نرجع ونقول بسم الله دلوقتي يبقى انا كده محتاج حتة الفوتر والهيدر لو انت ناسي او مطلق بتكتبهم ازاي HTML5 اهو ادي مثلا حرف انا ده طبعا بتريد الترتيب اف جادي ادي الهيدر اهو واحتاج كمان الايه الفوتر ادي الفوتر جميل جدا ادي الهيدر وادي الفوتر وهكذا بقى انا طبعا افضل ان انا اكتب بايدي مثلا احسن طريقة بحيس ان انت تحفظ عن ظهر قلب ميبقاش الموضوع اه متعلق بحاجة يعني انا بس عشان اميز هكتب هنا مثلا الهيد كنص وهنا الفوت وهنا هسميه مثلا الايه ده هيكون الكنتنت طيب الكنتنت ده هيكون جوا عبارة عن دفين ادي دف ادي دف ادي دف ادي دف ادي دف ادي دف ده هسميه مثلا سايد يعني القائمة الجانبية وده هسميه الكنتنت او هكتب بس كده عشان اميز يعني هو مالو بيكتب كده ليه مش مشكلة اه بعد الهيد انا احتاج ايه كمان احتاج طبعا ناف التاج بتاع الناف ده برضو في الهتش تيم الفايف بحط في القائمة بتاعة الموقع الموقع طيب لحد كده لو انا جيت عملت فيو هلاقي طبعا ادي الهيد ودي السايد كنتنت فوت الناف طبعا عشان فضية مينيو جميل جدا نبتدي نعمل التنسيقات بتاعة ال css المبدئيا انا هعمل ده يكون 100% انا كده دخلت على انا هعمل التصميم بحيث ان هو يكون 100% يعني كل ده يبقى مغطي الموقع ما فيش خلفية ولا حاجة فكل حاجة هنا تبقى 100% طيب يبقى دلوقتي هاجي اول حاجة في ال style برضو بالنسبة لحطة ال css انت عندك برضو المكتبة هنا في مكتبتين ال properties وال selectors selectors اللي هي الاداء او التاج اللي انت عايز تعمل عليه شغلك تمام يعني او عايز تعمل عليه ال rules بتاعتك فلو انت مثلا عايز class عايز تعمل class عايز تعمل attribute by attribute by attribute value مش عارف ايه الحاجات دي كلها وفي طبعا في حاجات تانية هتنظر ان شاء الله فانت ممكن تستخدم selectors اما ال properties دي بقى اللي هي الخصائص زي بتاعت الالوان وحتة اللي هي الحز او الحدود وحتة background الخلفيات والاخره تمام طيب انا هنا اول ما هلعب هلعب فين هلعب في الهيدر طبعا مش هعمل dot ولا اي حاجة ليه لان دي عبارة عن تاج انا بقى بس تدعي هي ما عنديش غير هيدر واحدة بس الهيدر ده العرض اتقول لي او انا نسيت كلمة العرض ازاي هقول لك هنا عندك بقى في selector اسف هتلاقي مثلا اهو احنا متفقين ان الويد اهو هو مثلا حطط لك خمسمائة بي اكس ده اللي هي القيمة الطبيعية غيرها بمزاجك وعندك هنا كمان ايه اه شرح اهو يقول لك ممكن تعمل ببيكسل سنتيمتر او 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 الى اخره يعني القيم اللي بتتقبل يعني انا هخليه يبقى عبارة عن بالنسبة المئوية مية في المية طيب وفي background color انا هاخد background color طبعا انا مجهز الكود بتاع اللون فbackground color علمت وبعد كده في كمان عندي مثلا الطول تقول لي اوه الطول تمام تعالى اهو يعني شوف انا بحاول استخدم ده وده بحيس ان انا اوريك الفكرة add height مثلا هي 300 بيكسل كبيرة خلينا نعملها مثلا في حدود عبارة عن 100 بيكسل ونشوف وبعد كده نزبطها زي ما احنا عايزين تعالى كده نشوف اوكي تمام اه في مشكلة لو تلاحظوا ان في حدود شايفين الحدود دي اللي هي دي دي احنا مش عايزينها نعملها ازاي ونضيعها ازاي فبنيجي عند الستايل قبل اي حاجة وبنختار البادي يعني التاج بتاع البادي وبعد كده مثلا بنعمل ايه البادينج هنخليه بقى عبارة عن صفر بيكسل شوف كده تأثير بادينج ولا الميرجن انا نسيت يا ولاد هي بادينج يا الميرجن صفر بيكسل اه تمام شفتوا الميرجن ده انا نسيت الميرجن لما انت بتعمل على البادي صفر فالنتيجة ان هو بيشل لك كل الحدود الفارغة دي الفرغ ده بيشله لك تمام يبقى كده نقول ان العرض ده او الطول ده كويس لو انت عايز تصغر يبقى صغر برحتك جميل جدا نيجي بقى على الجزء التاني اللي هو بتاع الفوتر الفوتر تقريبا هيكون نفس الشي انا ممكن حتى عشان الخص هعمل كده وده هسميه ببيض الهيدر فوتر طبعا لو انت عندك اكتر من هيدر وفوتر ما ينفعش ان انت تعمل كده واعمل اللي انت عايزه وانا هخلي اخد كل الخصائص معادة ان انا مش عايز يكون مقيد بطول معين هسيب له اوكي يبقى كده اصبح الفوتر تمام نيجي بقى في الحتة بتاعة الناف ماشي يبقى انا ما عديش غير الناف واحدة هخلي العرض بتاعها هيكون عبارة عن مية في المية برضو جميل هخلي هخلي طول بتاعها هخليه يكون عبارة عن مثلا خمسين بكسل خمسين بكسل تكفي اما ال background color background color هخليه يكون كام الالوان بتاعة المينيو اهي هخليه يكون pound واكتب اللون ده جميل تعالوا نشوف فعلا add the head add the menu ودي جميل جدا يبقى يتبقى لنا ايه يتبقى لنا ان احنا نزبط حتة side والcontent دي side والcontent side ده هيبقى نفس اللون ده اما الcontent هتكون يعني باللون العادي باللون الخلفية العادية اللون الابيض انت عايز تلونها تديها لون ابيض خليها ينكم بمزاجك انت بس اوكي نيجي هنا وهنقول له دلوقتي احنا ما عندناش غير section واحد طبعا ان انت ااا عايز لو انت متأكد ان ما فيش هيدر او فوتر هتخش تاني في المحتوى بتاع الموقع بتاعك يبقى خلاص مش مشكلة لكن لو انت مش متأكد يبقى الافضل ان انت تدي كلاسات بالطريقة دي add class يساوي ده مثلا هسميه ايه cont يعني اختصار لcontent section cont section يعني اختصار لcontent section مثلا او section content اي امكان وطالما كلاسي بقى لازم نعمل . وبعد كده نعمل التنسيق بتاعنا طبعا ده انا اخليه حر طول العرض بتاعه اوكي العرض بتاعه انا اخليه كون عبارة عن برضو 100% ادي 100% اما بالنسبة للديسبلي بقى وهي دي اللعبة انا هستخدم الجريد الناس اللي مش عارفة يعني ايه جريد هقولك كان فيه تطبيق انا عملته live بقى اتفرج عليه بس على اي حال الجريد هو بكل بساطة ان انا بخلي الطبيعي ان الديف بيبقوا فوق بعضهم لكن الجريد بيخلي دول يبقوا جنب بعض وبتحدد كمان يعني كانهم يعني عمودين يعني وبتحدد كمان حجم كل واحد من دول وكل حاجة انت عايزها والخصائص اللي انت عايزها من دول بكل بساطة طيب ازاي بنتقدر نعمل ده ان احنا بنيجي عند الاب يعني الاب اللي شايل دول دلوقتي اللي شايل الدفين دول section الكلاز بتاعه اسمه ايه? con section اهو ادي ال section وادي شايل فعلا الدفين فباخد ده الكلاز او بعمله select يعني وبعد كده بروح عامل display display grade اه لو انت display برضو هتلاقي موجودة في الخصائص لو انت نسيتها او مسلا عايز تعرف في ايه تاني غير grade فبتيجي عند بدءا من حرف دي اهو وهتلاقي في عندك display تمام كل الحاجات دي القيم اللي انت ممكن تستخدمها معلش الشات بس بتاع الموقع مش مبين بس لو انا بكبر البراوزر هتلاقي ان كل حاجة واضحة قدامك فانا هعمل display grade جميل هل بس كده لا المفروض ان في حاجة كمان اسمها great template great template هتلاقيها موجودة هنا كمان هي great template columns دي بادوس عليها مرتين هتلاقيها نزلتلك بيقولك حط القيم اللي انت عايزها المفروض ان هنا احنا بنحط اول قيمة هو عرض القيمة الجانبية يعني القيمة الجانبية او side اللي هي اول واحدة انت حطتها اللي هتكون ناحية الشمال العرض بتاعها هيكون قد ايه فمثلا دي انا عاملها 150 بيكسل اوكي وبعد كده مسافة اللي بحط فصلات ولا اي حاجة مسافة فقط وبعد كده بحدد الدف التاني هخلي العرض بتاعه قد ايه فده انا هخليه يكون عبارة عن يعني بمعنى تاني ياخد اكبر حجم ممكن مفيش مشاكل جميل لو اهو كده فعلا ايه دي اصايد جميل اصبح دلوقتي حجم 150 ده ممكن احطه فيه رغابط عايز تكبر لمتين كبر براحتك ودي فعلا الكنتنت او اللي هيكون فيه محتوى المواضيع حلو قوي جينا لايه تاني بقى هنتدي نصبط بقى حتت انا نخليها خليها 200 احسن 200 بقى وهدي مثلا الدف an اولاني اوركده الحجم ده كويس بالنسبة نيجي بقى للدف الاولاني ده مثلا هديله class باسمه side class psyd اما الدف النتاني ده tasp هخلي مثلا يكون عبارة عن كونتينت تمام سايد وكنتينت هستدعي السايد اللي هو هيكون فيه الروابط بتاعت الموقع ممكن بقى ابتدي ازبطه في اي حتة هنا مثلا وهقول دوت سايد كل ده جوه السي اس اس طيب انا عايز ايه انا عايزي كله باك جراوند كلر نفس اللون بتاع القيمة فعشان يعتبر اهو احنا فين احنا فين احنا فين الناف ادي الناف ادي الباك جراوند كالر كده اخد فعلا نفس اللون فنشوف تمام طبعا هو كده مش باين لما يتحط محتوى طبعا بيبقى شكله احسن من المانزر ده يعني حلو قوي تعال بقى نزبط في بعض الحاجات الخاصة بمثلا السايد المحتوى يعني بص مثلا السايد عامل ازاي الكنتينت عامل ازاي لا احنا عايزين نزبط الحاجات دي ففي الحالة دي احنا ممكن مثلا نيجي هنا عند السايد ونروح عاملين ايه ساكشن وادي كمان ساكشن اوكي يبقى دا المحتوى جوه وادي كمان الساكشن في الكنتينت واقفل لي الساكشن ركز بقى في الحتة اللي جاية دي دلوقتي انا هستدعي الساكشن اللي جوه دي ولكن بدون ما اديها كلاس ولا اي حاجة ولو وبحيث ان انا لو حطيت اي ساكشن اخرى كمسلا حطيت قول ديف كمان وحطيت جوه ساكشن كمان محصرش عليه تأثير يعني من الاخر انا عايز استهدف الساكشن دي بس او هختارها دي بس هقدر اعملها ازاي هقدر اعملها باني اجي عند هنا انا بتعامل ايه دلوقتي ركز معايا انا بتعامل على ايه على اساس الديف كونتينت صح اوكي وجوه الديف كونتينت اللي هو كلاس بتاعه اسمه كونتينت جوه ايه جوه ساكشن ازا يبقى الساكشن دا هو يعتبر ابن المين ابن للديف دا اللي الكلاس بتاعه اسمه ايه اسمه كونتينت فبتيجي عند السي اس اس وتقوله يا مثلا سايد او كونتينت اي ان كان خلينا نعمل في كونتينت الاول يا كونتينت او يا للكلاس بتاعك اسمه كونتينت وتروح عامل علامة تقريبا ايوه اصغر مينو وتروح كاتب سكشن خلينا نجرب عشان أنا بأمانة أنا سعب أطلقبط من بين أكبر هي أكبر والأصغر من بس المهم إنها العلامة دي معناها أن أنت بتقول الكنتينت إن السكشن اللي عندك أنت مش الجوه جواك يعني لو فيه مثلا السكشن دي جواه السكشن تاني ما تتقصرش السكشن بس اللي تابع عليك اعمل فيها اللي أنا هعمله حاليا وهيا هخليها تبقى عبارة عن ميرجن مثلا يعني هعملها تقليص عبارة عن عشرين بيكسل ف أوكي تعال نجرب بالعكس فيو فعلا شغلت الفرق الأول كان إيه كان يعني فيه كده أصبح فيه مسافة ما بين المحتوى وما بين دي عبارة عن عشرين بيكسل تمام فأنا هعمل دي بصراحة مش في الكنتينت أنا دي هعملها في السايد لأن الكنتينت ليه خطة تانية عندي بس أنا هعمل سايد وهي هيكون جواها سيكشن أوكي بس بدلا ما هتبقى عشرة هخليها عشرين هخليها عشرة بيكس مثلا view كده السايد ما بقيتش لازقة لفوق ولا تحت فيه مسافة عشرة بيكسل تقريبا طيب جميل جدا دي هنحط فيها روابط فيما بعد أما بالنسبة للكنتينت فده ليه خطة عندي مختلفة وهي كالتالية اللي جوا الساكشن اللي جوا الكنتينت أنا عايز ما تكون شي عبارة عن مية في المية لأ أنا عايزها تكون محدودة أنا مؤقتا بس هديها background background color اللي هيكون عبارة أقول مثلا اللون اللي هو 333 رون رماضي تقريبا وهاديها ايه تاني وهخليها تبقى عبارة عن مثلا العرض هخليه بقى ربما الف هو خليها بالنسبة لما هي بالمقاوية يعني مثلا ثمانين في المية مثلا على سبيل المسال طيب على الحال ده كده لو جينا اقولنا view اهو شفتوا الكنتينت فعلا هي وأصبحت فعلا بنسبة آآ تمانين في المية يعني كل من المتصفح هتكبر دي هتكبر كل ما هيصغر هتليها بتصغر فيش مشاكل بس دي بقى أنا عايزها تكون في النص الكنتينت ده عايزه يكون في النص فبكل بساطة باجي هنا عند السكشن دي وبعمل ميرجن أوتو ميرجن أوتو ففيو فعلا أصبحت في النص إذن يبقى المحتوى هيبقى هنا موجود في النص هنا مكان حتة الجزء الرمادي والكنتينت ده آآ ممكن كمان اكبر شوية بدل ما هي 85 ممكن نخليها تبقى 90 مثلا في المية أوكي يبقى كده المحتوى هيكون واخد نسبة 90% وبعد كده بقى ممكن لو انا عايز اصغر اعمل الميرجن بتاعتي آآ انا مدتها ميرجن أوتو ممكن اديها بالمرة دي طالما عم تلها أوتو أو حتى مايش خليها تبقى البادنج دي هخليها تبقى عبارة عن مثلا 10 بي اكس فالنتيجة فعلا انها مش هتبقى المحتوى بتاع آآ ده مش هيكون لازق في الأطراف سواء من فوق أو من تحت عايز تزود زود براحتك زي ما انت عايز دلوقتي انا هشيل البادجراوند ده لان هو بصراحة شكله مش لطيف خالص فانا هشيله view اوكي 100 انا هوقف وهحط شوية محتويات يعني هحط محتويات نصية عشان ما تقولش الفيديو عالفادي وبعد كده هنرجع نشوف نكمل باقي الحاجات ازاي انا حطيت شوية محتوى المحتوى ده طبعا مش فرقها هو ايه لكن المهم ان ده النص هيكون بالمنظر ده طبعا ممكن انت تبقى تغير في الفونت وفي الحاجات دي زي ما انت عايز هيكون في القايمة بتاعت الموقع هنا ودي اعتبر اللينكات الاضافية او ايا كان انت عايز تحط هنا ايه بس في مشكلة هنا لاحظتها ان لما انا حطيت القايمة دي او معنى تاني القايمة دي هي عبارة عن UL اللي هي ان اردر لست لما نجد حطيتها هنا عملي فراغ الفراغ ده من ايه لان ان اردر لست بصفة عامة بيكون عاملة زي ميرجن عاملة ميرجن اوتوماتيك يعني زي ميرجن مثلا 10-20-15 بيكسل تقريبا فالنتيجة الفراغ ده بيكون موجود عشان تعالجه يرجى ان انت تعمل كده دايما يعني عشان تسهل على نفسك المأمورية انك تصفر تخليه دفولت على اي عنصر موجود في الصفحة عندك او في الستايل بتاعك ازاي بانك بتيجي ممكن كمان هنا اهو سيلكتر وفي عندك اول 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 ايوه اهو اول يعني عبارة عن ايه عبارة عن نجمة وبتفتح القوس المعقوف وبتقفله وبعد كده بنعمل ميرجن صف بي اكس فالنتيجة ان هتلاقي ان فعلا الفراغ ده او الميرجن ده ما بقاش موجود وبالتالي الفراغ اختفى طيب نيجي بقى لنقطة التصبيط التنسيقات من ناحية القوام الاول كالينكاتا نغير لون اللينك هنخلي ده يكون بطريقة رأسية وده برضو هنزبط فيه شوية تصبيطات نقدر نعمل ده من خلال السي اس اس بنيجي هنا مثلا احنا دلوقتي هنشتغل على ايه هنشتغل على السايد لو تفتكر الكلاس اللي اسمه سايد ممكن خلينا عشان ابقى منظم خلي كله تحت بعضه فهاجي هنا عند السايد مسلا الاول وبعد كده هعمل كالتالي سايد خلي بالك دلوقتي انا هعمل اشارة ان اي لينك جوه السايد ياخد الشكل والتنسيق ده تمام اي لينك او معنى او ممكن اعمل يعني ممكن انصق اليو قل على طول ايه هما تفضل بس اللي انا عايزه ان انا اشيل النقاط او الدوار السودة دي انا مش عايزة تبقى موجودة لف ده ولف ده فازاي بنعمل ده بان احنا بنيجي مثلا هنستهدف السايد الاول السايد اللي هو ايه اللي هو في الجنب ده ده من اجدعه بي هنتعمل على ده الاول اه نيجي هنختار يو ال يعني السايد اليو ال اللي جوه ولست داش ستايل نون لست داش ستايل نون فالنتيجة ان فعلا كل الروابط او كل النقاط السودة دي راحت طيب حاجة تانية ممكن هنا بقى نعمل حاجة لذيذة جدا جدا ان احنا هنصق الالوان لداول ده اه لداول ده مراحل يعني ايه الكلام ده يعني ان مثلا دلوقتي اهو انا هخلي ده لونه ابيض وهخلي بتاعه عايز تخليه تخليه اللي هي الخط اللي تحت ده مش عايز تخليه انت حر وهخلي التنصيق بتاع ده كمان اللي هي الناف نفس الشيء فبدل ما افضل اعيد ممكن اعملها مرة واحدة بالطريقة دي اول حاجة باجي عند وبقول له اي ايه وهستخدم الحدث لو انت عايز الاحداث او الكلام ده انت برضو ممكن اهو تشوف انت عندك مش عارف ايه عندك انت حر فبعد كده هروح حامل مسافة وهقول له كمان بص بقى الفصلة دي ناف ومسافة ايه في الحدث برضو لينك ايه اللي يحصل يحصل التنصيق اللي هو كالتالي ان اولا الكلر بتاع النص سيكون عبارة عن لون ابيض ده اول حاجة حاجة كمان في عندك تيكست ديكوريشن شفت انا نفسي نسيت تيكست ديكوريشن عشان دايما متعاود ان انا لما اكتبها بتكتب او بتكمل نفسها فدي برضو بتبقى حلوة ان الواحد يفتكر اهو تيكست ديكوريشن خلينا نشيل دي كده وهدوس على تيكست ديكوريشن كده شعر كل الشواء الماوس ينزل تيكست ديكوريشن اندر لاين لو انت مش عايز حاجة هتبقى عبارة عن نون القيمة بتاعت نون يعني ما تخليش في حاجة تحت ده وده ده هده المفروض ينطبق على ايه اهو على فعلا على الجميع القوائم يعني اللي في الناف وفي الصيد لو انت عايز تزود شوية بقى وعايز تعمل شغل تاني ممكن تعمل هاخد دول بس كده كابيو بست وغير بس الحدث بدل ما هي لينك هعملها كهافر بدل لينك هعملها هافر فدي هتبقى هافر هافر وبعد كده ممكن اغير بس في اللون ان الكالر ممكن اخليه كون يلو اه لو انت عايز درجة لون معينة ومش عارف تجيبها ازاي ان شاء الله التطبيق دي بمتوفر برضو على موقعنا بس لحد ما يتوفر بتعمل سيرش على جوجل على كالر بيكر اونلاين كالر بيكر اونلاين هتلاقي ان جوجل موفرة لك اصلا الخدمة دي وبتقدر ان انت تحدد اللون اللي انت عايزه وبتديك جميع الاكواد اللونية اللي انت ممكن تستخدمها احنا هنستخدم اله اي اكس وبعد كده بحطها هنا جنب الباوند ففي الحالة دي المفروض ان انا لما بجيب الماوس فعلا اهو تلاقي ان اللون بيكون اصفر عايز تعمل اي خصائص تانية مع الهاور او مع بتاع الهاور ده شيء يرجع لك طيب يبقى احنا كده زبط زبطنا دي نوعا ما طيب نزبط دي ازاي نخليها ازاي رقصية كده تبقى مترصصة جنب بعضها دي بقى هتكون مخصصة فقط ليه ايه ليه ال اه ناف فهنيجي هنا ناف وهنقول له انت عندك يا ناف في يو ال جوه ال يو ال في اي ايوة شفت يعني عملت اختيار الاب ناف واليو ال تاج يعني يعتبر ابن للناف وال ال اي اه ابنة او ابناء ليه ال يو ال وبعد كده بعملها ديس بلاي ديس بلاي ان لاين ديس بلاي ان لاين طبعا في بيكون تنسيقات اخرى اه 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 هوم سيرف اس اباوت جميل جدا بس انا عايز اخلي بينهم بين بعض مسافات ما يبقوش لازقين كده جنب بعض فبالتالي انا ممكن اعمل مسلا لو انت عايز تعمل ككله وهتبقى عبارة عن مسلا ايه خلي بين دي وبين دي خمستاشر بيكسل مسلا بس خلي بالك طالما انا عملت اهبص بقى خمستاشر بيكسل على كله من فوقه من تحته من كل حتة تمام ففعلا ادي الهوم ادي السيرف اس ادي الاباوت ممكن كمان نيجي عند الاولانية وهنكبر شوية او ممكن نيجي عند الناف برضو ونقول له ايه خليناك كده اللينك مسلا هنخصصها بس للناف فقط هنكبر الفونت سايز وهنكبره مسلا ممكن بالبيكسل لو انت عايز دي شيء يرجعلك هخلي مسلا يبقى عبارة عن سبعتاشر بيكسل او بي تي كما تحب ففعلا هوم سيرف اس اباوت هوم سيرف اس اباوت جميل جدا 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 طيب كده هتبقى ايه بقى انا بقى حتة التنسيق بتاع اللوجو الى اخره هنقدر نعمله ازاي نرجع بقى هنا عند الهيدر ونحط كمان ممكن ديف او سيكشن زي ما انت عايز بس انا عملها ديف المرة دي والدف ده انا هخليه يكون عبارة هديله كلاس ساوي لوجو جميل وجوه اللوجو ده هحط فيه صورة حلو قوي خليني اجيب الصورة بتاعة موقعنا اللوجو بتاع موقعنا ارجع لي كده واحط الرابط كامل هنا طيب دلوقتي الامج دي انا عايزة تحكم فيها بس انا عايزة تبقى تابعة للوجو ده يعني انا هستدعي الديف ده بتاع اللوجو واخلي الامج تابعة لي اقدر اعمل ده ازاي من خلال برضو نرجع لسي اس اس تاني خليها بقى تحت كده دوت لوجو مسافة امج يعني الايه الامج اللوجوه ديف لوجو وبعد كده هعمل اللي انا عايزه طبعا على المنظر ده لو جينا شوفنا هتلاقي ان الصورة شوفوا وغده مساحة قد ايه ونزلة تحت مبوضة الدنيا لكن انا هخلي الامج تبقى تابعة للوجو بمعنى ان انا هخلي العرض بتاعها يكون عبارة عن 100% طب هتصبح 100% بالنسبة لايه بالنسبة للوجو اذا يعني اللوجو لو 500 بيكسل هتصبح الصورة اوتوماتيك على طول العرض بتاعها 500 بيكسل انا بكلم على العرض طبعا فالوجو هخلي العرض بتاعه مسلا يصبح عبارة عن تعال نجرب كده 200 بيكسل ونشوف الوضع هيبقى عامل ازاي لسه طيب خليها تبقى عبارة عن 100 بيكسل اهي فعلا الصورة او اللوجو صغر ممكن نصغر كمان حاجة بسيطة نخليها 85 بيكسل نوعا كده نوعا ما الزبط انده طيب ما يتبقى ان الا ان احنا نزبط وضعية الصورة طبعا المنظر ده كده مش حلو خالص فبرضه ممكن نتعامل بالممكن ندي بوزيشن بقى وندي طوب والحاجات دي لكن انا ممكن نتعامل بالبادينج على طول وهقول له وهنا انا حدد ان هو يكون مثلا يعني انت ممكن تحدد انهي اتجاه فالليفت مسلا انا عايزه يكون عبارة عن 30 بيكسل يعني يتم ازاحة اللوجو فعلا 30 بيكسل عايز تزود تزود زي ما تحب 50 بيكسل هتلاقي فعلا دخلت مسافة 50 بيكسل لو انا عايز انا من فوق شوية انا ازلها من فوق شوية لأسفل مش عارف لوحد النهاردة لسانه في حاجة غريبة مش عارف ارهاق ارهاق وبعد كده وممكن احط مثلا عشرة بيكس فهلاقي فعلا ان اللوجو نزل كمان عشرة بيكسل طيب تعالوا بقى ان نلعب لعبة كمان وهو ان احنا عايزين نعمل مثلا ايقونات السوشال ميديا عايزين نحطها هنا في الجنب ده طيب هنحطها ازاي يبقى كده احنا هنحتاج ديف كمان في الهيدر في ان الهيدر يا حاج طبعا يرجى ان انت يعني الافضل ان انت تستخدم التعليقات دي عشان ما تتوهش تتوها اللي انا فيها حاليا يعني فده يكون افضل لك هنيجي عند الهيدر هنا وممكن نعمل ديف كمان ادي ديف كمان ده حتى اهو والديف ده هسميه مثلا ايه سوشال او عشان اختصر كلاس اكوال سوشال ميديا هخلي اس ميديا اختصار لسوشال ميديا ازا اس ميديا دي خاص بهذا الديف الديف ده هيبها يحتوي على ممكن بقى حط اللي انت عايزه مثلا الصور خلي كده ايميج اس ار سي انا هجيب دلوقتي الصور حالا وممكن بقى لو انت عايز تخصص لها حجم معين او عايز مسلا تلعب انت بقى في السي اس اس براحتك انا هخصص لها عشان اختصر الوقت فالسهالة هخلي العرض بتاعها مسلا يبقى عبارة عن عن مسلا خمسين بي اكس خمسين بيكسل تمام تمام وممكن اعمل مسافة لو انت زي ما اقولت لك عايز تزبط بالسي اس اس كل ده تقدر تعمل ده حلو قوي يتبقى لنا الرابط انا هعمل صورتين بس خلاص صورتين تكفي ودي الرابط بتاع الفيسبوك الصورة يعني بتاعت الفيسبوك ودي الرابط بتاع اليوتيوب طبعا لو انت عايز تعمل بقى تفاعل الصور دي كروابط بتحطها جوه الايه بس انا بس احطها كمانظر بس كده عشان اوريك نقدر نلعب في دي ازاي اوكي يبقى دلوقتي احنا زبطنا على خمسين بيكسل فالنتيجة نفعنا نقادي الفيسب ودي اليوتيوب المنظر ده مش حلو احنا عايزين نخلي الدف ده موجود فين هنا فكده هنيجي نلعب تاني في الاسم في الستايل الكلاس اللي اسمه دوت اس داش ميديا اللي هو الدف اللي بيحمل الصورتين ده احنا ممكن نعمله ازاي ممكن نعمله كمسلا البوزيشن بتاعه اوكي خلينا وريك عشان البوزيشن مهم جدا ان انت تشوفه البوزيشن دلوقتي بالنسبة للبوزيشن حد يفتكره اهو البوزيشن فيه عندك استاتيك والريلاتيف وفيكسد وابسلوت طبعا انا شرحت ده كتير جدا ده المفروض بيعمل ايه كل واحدة من دي في الدورة لكن على اي حال اللي انا عايز اقولهولك ان في الوقت الحالي الدف اللي في السوشال ميديا ده هو يعتبر هنا يعني مزنوق في الحتة دي احنا عايزين او مزنوق في السطر اللي تحت اللوجو احنا عايزينه يتحرر من الاسطر بتاعت كدفي يعني عايزينه يكون حر يتحط فوق هنا او تحت او في اي حتة ففيه اساليب كتيرة فكسد يعني هيفضل ثابت في نفس موقعه لكن ابسلوت هيبقى حر على المطلق فده طبعا بتتعامل بي البوزيشن بوزيشن ابسلوت جميل جدا ففي الوقت ده فعلا انت تبتدي ممكن توجهه توجهه ازاي من خلال اه ممكن ندي له برضو عرض كده خلي برضو العرض بتاعه يبقى عبارة عن كام زي ما انت عايز بقى متين او مية وخمسين مية مش عايز تدي له عرض خلص براحتك مش هتفرق هو اهم حاجة ان احنا هنحركه فهنعمل مسلا الرايت نخلي الرايت يبقى عبارة عن قد اي خمسين مسلا بيكسل نجرب بس كده ورنا حاج فعلا اهو بس اصبح ايه فوق القيمة اللي احنا عايزين نخليه فوق عشان كده ابسلوت دي يعني على المطلق تابع الايه تابع المتصفح عموما يعني فمسلا هنخليه نلعب في التوب كمان نخليه يبقى مثلا التلاتين بيكس طبعا ده اسلوب في حاجات تانية كتيرة جدا جدا بس اوكي تلاتين بيكسل التوب ممكن نخليه يكون عشرة بيكس في حاجة لازم تانية تتزبط اهو النقطتين النقطتين شفتوا اهو كده اصبح فعلا فوق لو انت عايز تنزل شوية يبقى هنزود النسبة بدل ما هي عشرة ممكن نخليها تبقى عبارة عن عشرين بيكس كده اصبحت نوعا ما مزبوطة طيب جميل جدا 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 كده نوعا ما التصميم اللي قدامنا ده طبعا بقى الفوتر انت ممكن تبقى تحط تحط اللي انت عايزوا المحتوى ده شيء يرجع لك بس ادي كده اهو تصميم بتاعنا نوعا ما شكله مش وحش وفعلا اتنفذ حاولناه من فوتوشوب او تصميم على ورق او اي ان كان لتصميم فعلي وهم سيرفز اباوت ادي الروابط ادي المحتوى جميل دلوقتي ممكن حد يقول لي طيب افرد بقى احنا عايزين نخليه يبقى انت كده بقى ايه جد في الحطة الصح يعني ايه يعني لو تلاحظ ان انا لما جيت صغرت مثلا المتصفح فالنتيجة ان كل حاجة صغرت وده الوضع اللي المفروض هيكون التليفون بتاعك بيعرضه يعني لو الموقع بتاعك مثلا او التصميم ده مفتوح من التليفون ممكن تلاقيه بالمنظر ده او ممكن يعني كمان هيتدخل اكتر وهتبتدي الحروف تختفي او تيجي كده بالطول وده يخش في ده والدنيا بوز طيب يبقى معنى كده ان احنا عايزين نعمل ستايل خاص بالتليفونات او يتاكتف وقت ايه وقتها لما يكون وضعية البراوزر او حجم عرض البراوزر اللي بتعرض منه الموقع اصغر من مقياس معين ولو نقول مثلا اصغر من 800 بيكسل طيب ده هنقدر نعمله ازاي ونستخدمه ازاي في الحالة دي بنيرجع للستايل وهنعمل التاليه نيجي هنا مثلا عند الستايل فوق خلص وانا هحط بس كده مجرد تعليق والتعليق ده ساميه مثلا فون عشان اميز وهعيده تاني وهعمل اند ان طبعا فون ستايل اي ان كان اللي انت عايزه ماشي دي زي ما بقول مجرد بس تعليقات ليه كمصمم اما دي مسلا هعمل ايه ديسكتوب ديسكتوب واند ديسكتوب يعني الستايل بتاع ديسكتوب جميل جدا شوف بقى يا سيدي هنا احنا هنستخدم حاجة طبعا نتعليقات منهاش قيمة بس هنا مسلا في الفون انا هستخدم حاجة اسمها ميديا هتلاقي في حاجة عندك هنا اسمها ميديا ماكس وميديا ماين هركز معايا قوي في الحدة دي هنيجي عند الفون هنستخدم مثلا ميديا ماكس ميديا ماكس ايه حوار ميديا ماكس ده ميديا ماكس يعني في حالة لو كان او ميديا اون سكرين اند لو في حالة لو كان المتصفح اصغر من لحد ما يوصل للحجم ده اعمل لي التالي تمام يعني مسلا هنقول لحد اقول 800 بيكسل مسلا 800 بيكسل طول ما المتصفح اللي بيعرض الموقع اصغر من لحد ما يوصل ل800 بيكسل هيكون على وضع الايه وضع التليفون طيب اديني كده امارة اديني حاجة كده تبين لي يعني ايه اقول لك مسلا يا سيدي تعالى عند موضوع الناف انا عايز لما طول ما هو اصغر من او بيساوي 800 بيكسل الناف انا عايزها تختفي الناف انا عايزه يختفي فاعمل له this play non ده لو على الستايل بتاع الايه التليفون خلي بالك الميديا اد ميديا only screen and وبتفتح قصين وتقفلهم وبتكتب ماكس ويت وبتكتب المقياس وفيه قوس مع قوف بتفتحه وبعد كده بترجع تقفله تاني جوه بتكتب selectors will في نفس الوقت ال properties يعني كأن اصبحت ده دي الصفحة الميديا دي الصفحة الخاصة بالتليفون او الستايل الخاص بالتليفون فعادي بتكتب جواها selector سواء nav اي div section header اي حاجة انت عايزها وبتكتب طبيعي بقى ال properties او الخاصية والقيمة بتاعتها تعال نجرب في الحالة دي المتصفح لو كان اصغر من اوسيو 800 المفروض الناف تختفي view خلينا نشوف اه بص اللي حصل الناف كلها اختفت كبر كبر اهو رجعت تاني صغر اختفت كبر رجعت تاني اهو طيب حلو وقوي حلو وقوي قوي الكلام ده يبقى دلوقتي عشان كده دايما لما تيجي تصغر مثلا على موبايل تلاقي القيمة اختفت لكن يظهر لك زرار طيب الزرار ده بيظهر ازاي الزرار ده بيظهر بنفس الفكرة ان انت بتكون عامل زرار خلينا مثلا نعمله سريعا نيجي هنا عند السيد اه نعمله فين نعمله فين نعمله في الهيدر برضو خلي في الهيدر ماشي انيجي هنا تحت هنعمل مثلا button ممكن تحط فيه صورة تحط فيه اي حاجة انت عايزها وبعد كده هنروح كتبين مثلا ايه menu زي ما انا قلت ممكن تحط صورة لو حابب وبرضه عشان لو انت عايز تعمله تنسيق ممكن تديله class equal menu dash put اختصار لل button خليني كده اخدها copy paste طيب هنيجي هنا عند الايه البتاع ده اللي هو نرجع تاني لتصميم التليفون في الحالة دي طبعا الزرارة هو ظاهر على طول جنب ايه تحت اعتبر هنا لكن انا عايزه في الطبيعي في الطبيعي مختفي ما يظهرش بس الا في وضعية التليفون طبعا محتاجي تعمله تنسيقات بس انا مجرد ان انا بوريك الفكرة يعني فهاجي هنا عند التليفون dot menu put class ده نفس الشي انا عايز يكون ال display المرة دي تكون display هيكون plug جميل جدا طيب العكس بقى لو انا عايز اتحكم في ال desktop اعمل ده ازاي نفس شفت الميديا دي ونفس الموضوع ده نفس كل حاجة بكل شيء الفرق بس هو ان حضرتك بدل ما بتعمل max بتعمل mine يعني ايه يعني اصغر حاجة يعني لو كان اكبر من او كان مثلا حجمه كده لحد ما بيوصل لصغر معين اللي هو ممكن خلته من 100 بيكسل مثلا برضو ممكن نعمل ايه ساعتها هنعمل العكس ان القيمة مثلا بتاعة ال nav احنا عايزينها تظهر والزرار بتاع القيمة بتاع الموبايل اختفي وهكذا فهنا ال display بتاعة ال nav هتبقى عبارة عن plug اما ال menu هتبقى عبارة عن none سهلة نشوف كده اهو طول ما هو على وضعية ال desktop او اكبر من 800 بيكسل هتلاقي فعلا هي الزرار مختفي والناف زهرة طب صغر اهو المفروض ان الزرار طبعا نزل تحت احنا عايزين ننصقه عشان ميبقاش حالته صعبة. ايهو 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 كده. طيب. اه ده ينطبق على انك برضو ممكن السوشال ميديا دي تصغر شوية الحجم بتاعها. فاذا يبقى انت من الاخر في كل واحدة من دي او كل عنصر انت عايز تتحكم فيه هيبقى له تصبيطين. تصبيطة هنا غير التصبيطة هنا. فنيجي مسلا عند اللوجو. مسلا. تعالى اللي هنا عند اللوجو. انا عامل الايه? انا هاخده من هنا وهحطه فين? مرتين. او خلي اللوجو مش مشكلة انا اللي هميني الاسوشال ميديا. حاجات بتاعة السوشال ميديا. وكده انا زنقت نفسي ان انا كنت اصلا محجمها فهرجع اعمل ايه? هرجع اشيل التحجيمة دي وهعملها افضل. اوكي. دلوقتي انا شلت التحجيم الخاص بالصور وهربطه بالكلاس بتاع الاسو ميديا. فهاجي مسلا في الستايل بتاع الفون على سبيل المثال. هقول دوت اس ميديا اي ايميج جواه. طبعا هخليه اصغر هيبه حجمه اصغر. فهنقول مسلا ان العرض بتاعها العرض بتاع الصور دي هيصبح عبارة عن تلاتين خمسة وعشرين بيكسل. يعني هنصغره نص. بينما لو كان على وضعية الديسكتوب اعيد تاني نفس الكود بس اصبطه بالتصبيطة التانية اللي هي طبعية خمسين بيكسل. ففعلا ديسكتوب. ودي لما يبقى تليفون. ديسكتوب تليفون. وهكذا. فبالتالي ده يتاح لي فرصة ان انا بقى العب في التنسيق بتاع البوتون. البوتون هنا اه انا طبعا البوتون مش هيظهر بس الا في حالة واحدة. الا في حالة الموبايل. فانا هزبطه كتنسيق اساسي للموبايل فقط يعني. فممكن هنا اروح عامل الكلاس اسمه منيو داش بوت. مزبوط كده وبعد كده ابتدي العب في التنسيق بتاعه زي ما عايز. ممكن اعمل. هخليها تبقى عبارة برضو عن. وممكن نلعب بقى في الطول وفي العرض زي ما عايز. ممكن اعمل خلي الباكجراوند. او خلي مثلا البادنج. او الفوند خلينا نلعب في الفوند. هنخليه بقى مثلا عبارة عن اه نقول خمستاشر بي اكس مثلا. نشوف كده. م في sali two.了. اوككي. لازم طبعا نصغر. مختفي. اوكي. في نكمل. خلي مثلا ال right. انو اصبح دلوقتي حر. ف Hard weld�� terre مثلا. سفر بي اكس على سبيل المسال. shelf. هنخليه بقى برضو عبارة عن هنخليه مسلا سفر بي اكس على سبيل المسال. والطريب هنخليه بقى برضو عبارة عن صفر بي اكس. طبعا كل التنسيقات دي انا بعملها سريعا ومش هيتضح ولا هتعرف تشوفه طبعا الا في حالة لو احنا اين هو المتصفح صغرنا المتصفح اهو فعلا اصبح القايمة هي والمفروض الزرار ده بالجابا سكريبت لو انت عايز تثبته بدل بتعمله كفكسد فبيفضل موجود طيب النقطة التانية ان احنا عايزين نلعب في الحتة الجريد الجريد لو تفتكر الحاجات دي نقدر نعملها ازاي فمعناه ان احنا هنلعب في تنسيق بتاع الكنتنت فانيجي نشوف فين هنا الكنتنت في ال سي اس اس ده على الوضعية دي كده عايزين هو فين لما يكون في حالة بس الموبايل فانا مش هحطه هنا او لما يكون على الوضعية ايسا في فبحطه في فقط بكون مخصصه فقط لوضعية اما وضعية فالموضوع هيكون مختلف وهو ان انا هاجي هنا عند الفون طب ماشي على الوضع ده كده تعالى نشوف التأسير ايه ادي لكن لو موبايل هتلاقي ايه شايف كله بقى فوق بعضه يعني حتى انا مش محتاج ان انا اعمل تنسيقات اخرى ولا محتاج ان انا اعمل حاجة لا ممكن اسيبه كده يبقى الرابط الهم الاول وبعد كده هتلاقي اهو انت بقى عايز تضيف بقى اعيش حياتك انا هقول حاجة انا اديتكو دلوقتي الفكرة العامة طبعا هل معنى كده ان السيمز او التصميم جاهز لا عشان انا كنت عايز مطولش عن ساعة كل اللي انا اقدر اقولك عليه ان انا اديتك دلوقتي التولز او الفكرة الاساسية انك تعمل موقع الموضوع كله سهل هو بس ان انت تظبط الوانك على الفوتوشوب او ايا كانت التصميم الاساسي وبعد كده تبتدي تبني التصميم كعلى ديسك توب في الاول وبعد كده بتيجي تعمل من خلال الميديا اونل سكرين الماكس والمين المين دي او المين منمم يعني دي بتبقى خصصها كده اعملها عكس عكاس المين للديسك توب للستايل بتاع الدسك توب اما الماكس للفون هي عكس كده المفروض العكس بس يعني انا شرحتها من الاول ليه يعني اقصى حجم لما توصل لاقصى حجم كده اعمل كده طب لما توصل لأقل حجم كده اعمل كده فتقدر ان انت تظبط على الحال ده فقد الحاجة اخيرة جدا جدا عشان برضو الموقع بتاعك يكون هو ان انت لما بتيجي في منطقة الهيد هنا في حاجة اسمها خليني كده اجيبها لك هنا من البيسيكس اف اتش تيم ال انا ما اعتقد اللي هي بتاعة الميتا او الميتا فيو بورت دي انت ما بتعملش حاجة غير انك بس بتحطها في الهيد الميتا فيو بورت الزهر بتاع ده عايزي تظبط في حتة معينة دي انا حطتها فين في منطقة الهيد دي بتعمل ايه دي بكل بساطة ان لو انت فاتح الموقع بتاعك من الموبايل بيتم تحجيم الشاشة بتاعته على اصغر حجم ممكن هتقول لي مش فاهم هقولك يعني من الاخر انت لو الموبايل من غير الميتا بورت ممكن يفتح لك على وضعية الديسكتوب على وضعية الديسكتوب ولازم تصغر بنفسك او لو حتى فتح على وضعية الموبايل ممكن المستخدم يكبر يكبر الموقع ويعمله كديسكتوب حاجة تانية كمان ان الحروف والكل تفاصيل دي بتبقى صغيرة مش بتبقى كبيرة الاحجام بتبقى صغيرة لكن الميتا دي الميتا بورت دي او الفيو بورت دي مهمتها انها كأنها بتعمل اقتصاص للموقع بتاعك تحجمه على شكل الموبايل بالشكل ده ما ينفعش ان هو يتحاول لديسكتوب خلاص هو الفيرجن بتاع الموبايل وبتوضح لك الكلام او بمعنى تاني بتعمل زي زون كده شوية على الكلمات وتقدر انك تقراها بعكس من غير الميديا او الفيو بورت لو انت عايز تجرب اعمل التصميم بتاعك لو انت قادر ترفعه على اي سيرفر حتى ولو مجاني وشوف الفرق ما بين الفيو بورت قبل والفيو بورت بعد يعني بي ومن غير وانت هتفهم الفكرة تمام اصبح دلوقتي الموقع بتاعك يعني ممكن دلوقتي في عناصر بتختفي وبتكبر وبتصغر بناء على الحجم طبعا بالنسبة للزرار حد يقول لي طب الزرار هتعمل فيه ايه دي انا هسيبها لك انت ممكن تعرض الناف او تحجم الناف والمينيو دي ممكن تحط فيها جابا سكريبت لما تدوس عليها تظهر لك المينيو لما تخفيها تخفي المينيو او ما يكون فيه زرار يقفل لك المينيو تمام طيب التطبيق ده التطبيق ده ان شاء الله لحد كده الكود ده انا هنزله لكو ممكن اعمل فيديو اخر كجزء تاني احط فيه الاضافات اللي انا قلتلكو عليها دي نحن بقى نزبط الجابا سكريبت او نزبط ده او ده الحاجات البسيطة دي ممكن اخليلها فيديو كمان وبرضه هنعمله على ال اي جي اتتور حاجة اخيرة تعالوا بقى ناخد كل اللي احنا عملنا ده جابيو بيست وهحطه هنا في براتس واشوف الاصر بتاعه هيكون عامل ازاي اهو وهقول له تعالى يا سيدي وريني النتيجة هتكون عاملة ازاي اهو بالزبط اي دي الموقع بقى من غير ال اي جي اتتور طبعا فيه مود فيو لكن ده دلوقتي بيشتغلك اهو اهو طبعا الفوتر بقى انت بقى اضيف اضافاتك بالفوتر زي ما انت عايز طيب تعالى نصغر اصبح فعلا وضعت الموبايل طيب اه انا طبعا بشكركوا جدا جدا الكود ده هحطه لكم ان شاء الله على الموقع وما تخافوش لو انا عملت اجزت كده وحتى قفلت الموقع خالص وجيت رجعت له تاني ده بس عشان الناس اللي هتستخدم اي جي اتتور هتلاقي اوكي وادي اونلاين ابس وافتح لي اي جي اتتور اونلاين مرة تانية هتلاقي ان هو حافظ لك الكود بتاعك بالزبط زي ما انت سايبه اخر مرة طيب انا بشكركوا جدا جدا على المشاهدة وممكن ان شاء الله انتظروا مني حلقة اخرى هنكمل فيها يعني باقي الحاجات البسيطة لهذا التطبيق ربما يعني ارجو دعم الفيديو ده باللايك وبالشير لان اللايك والشير هو اللي بيخلي القناة تجبر يا جماعة تمام ده انا محتاجه منكو اللايك والشير والشير بالزات وبرضو تعليقاتكو وتعليقاتكو برضو على الابليكيشن ده والابليكيشن ده ان شاء الله تابعوا على موقعنا جيتي ميكس.ورج مع كل اصدار هنلاقي ان احنا بننزل اخبار عنه وفي مكتبات ان شاء الله هتضاف زي ما قلتلكو قريب بشكركوا جدا واشوفكم على خير وسلام عليكم